على مستوى 426 شاطئ مفتوح حالياً للإستجمام والصباحة أنها 426 شاطئ كلها نقوم بتحليل المياه التاحة وتكون مهيئة يعني فيها كل لزمني يعني من كهرباء، ماء كلها مهيئة يعني على حساب دفتر شروط معين بالنسبة للسلوكيات اللي تكلمت عليها نعم وهناك تنسيق وتنسيق تام بين كل أعضاء الحكومة احنا كان مجلس وزاري مشترك نعقد في 12 أفريل الفارت وقدمنا رؤية أنه على هذا الـ 426 شاطئ هذي نخصص من كل شاطئ جزء يسير بطريقة يعني رح نقولك بطريقة مهنية ممكن يسند لمهنيين ولما لا حتى لهذا الشباب هذو يبين قوسين يعني هم طفليين يعني سيقوموا بعملية سطوع الشواطئ أنا أتحضرني الحادثة لصرات العمليفات في بجاية اللي رح ضحيتها شاب على 100 دينار نعم وفي جيجل حتى العمليفات في جيجل الثاني اللي كانت ضحية يعني ويوصل الأمر حتى على جل 100 دينار 10 ألاف يقدرني يزهق روح كاملة إذن كان رؤية كان رؤية ورؤية حكومية إن شاء الله اللي بديناها العام هذا أنه بعض الشواطئ على غيرها نحن ممكن نترقلها فيما بعد لكن فتتحنا الجمعة هذا موسم الاستياف من مدينة مستغانم ومن بين الأمور اللي زرناها وشفناها هو استغلال شخص لجزء من الشاطئ بطريقة مهنية يعني بلاترونزات لباراسول لطابلوك وكذا فيها مراحيض فيها مسلك فيها دروج باش يحبط المراحيض حتى يعني كرامكم له حتى الفئة الاحتياجات الخاصة فيها المرشات يعني هذه هي الطريقة هذه هي الرؤية نحن في وزارة سياحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية إن شاء الله جربناها العام هذا بالنسبة لبعض الولايات بعض الشواطئ خذينا دي بلاش بيلوت مشينا جربنا فيهم الشاطئ يبقى الولوج إلى الشاطئ مجاني مواطن لما يدخل يبقى مجاني لكن لما يروح يطلب الخدمة عند هذ الشخص وأمثاله احنا يقدم ثمان الخدمة فقط بدينا التجربة هنا على مستوى بعض الشواطئ بدينا تجربة حتى على مستوى الفنادق يعني المجاورة يعني محاذية للشواطئ بفرنسي نقوله لبلاش أتنونت وزوتال يعني هذوك مدينا لهم سادة الولات يعني اللي نحييهم بناسبة لكل 14 سيدة و سادة الولات للولايات الساحلية كانت هناك تسهيلات في يعطاء الترخيص لاستغلال هذه الشواطئ عن طريق عقود امتياز لاصحاب الفنادق ماشي إن شاء الله الموسم القادم لما لا خلال هذا الموسم في حد ذاته لأنه هذه تخضع لبعض الإجراءات القانون يعني يفرض مزايدة والمزايدة عن المنطرسي وفيها دفتر شروط والمرسوم اللي ينظم العملية هذه منذ 2016 في صدد كان اللجنة الوطنية على مستوى وزارة الداخلية اللي يراهيك بصدد دراسة هذا الموضوع لمراجعة هذا المرسوم وإن شاء الله رح تعود استغلال هذه الشواطئ بطريقة مهنية نسندها للمهنيين سواء أصحاب الوكلات سواء حتى أصحاب الفنادق اللي ما همش اللي ما همش على المستوى اللي يعني البلدية الشاطئية ممكن تلقى فندق حضاري ممكن أنه يستغل هذا الشاطئ هذا حتى وكان بعيد عن الشاطئ حتى وكان حتى خارج ولاية شاطئية يعني ولاية مجاورة ولاية شاطئية ممكن تستأجر تزايد في هذا الجزء من الشاطئ وتستغله بمقابل ضرور يعني بديهي ويجيب حتى السائح اللي عندها في الفندق مع بلترونسبور توريستيك ويديه يعلم المواطن أنه يروف توفير النقل الخدمات توفير النقل والخدمات والخدمات يعني خدمة تراقية يعني استانيح هذه المناسبة وهذه الفرصة احنا في فترة الجائحة قمنا بدراسة لماذا المواطن الجزائري العائلة الجزائرية بصيفة عامة تلجأ إلى قضاء عطلتها الصيفية لأنه بين قوسين يعني العطلة الصيفية هي مش شطأ فقط يعني هي كلش هي كله هي جبال مغامرات حمامات معدنية كل كل هذا لكن جل العائلة الجزائرية في موسم الاستياف أو موسم العطل تختار أنها تروح لدول أخرى حتى دول جوار وين الحق حتى أن كان في سنة من السنوات تجاوز عدد العائلات التي خرجت خارج الوطن خمس ملايين جزائري وين كان هناك يعني مليار دولار عندما نحن المليار دولار يقعدون في الجزائر رغم أنما نشط أنه جزائري يخرج خارج الوطن لأنه هذه ثقافة الجزائر معروف أنه إنسان يحب يسافر ويحب يرفع نفسه لكن لدراسة لماذا العائلة الجزائرية ونتكلم هنا على العائلة المتوسط دخل لماذا العائلة الجزائرية تروح لخارج الوطن تبحث على شيئين أولا الأمن ثانيا الخدمات هذه هما الأمور لأننا نعكفو على بالتنسيق مع كل القطاعات ذات الصلاة لا توفرها العائلات الجزائرية بدنا بتجارب هذا الموسم هذا إن شاء الله ورح تتعمم خلال الموسم القادمة إن شاء الله